سمحوا لي بعد قليلا على المعقول هذا المرة ونبدأ هذا الفيديو بشي حاجة اخرى نضحك فيها قليلا وخحتى هذا الشيء اللي غد يقول هو معقول ويقدر يصبح واقع مع امور الزمن وما اديو شعليا اعتبرها غير تنكيت مني وما تحسبونيش حي تعفوان غير ضحك وماشي جدي وخلق الصاة وواقعية كان خافي الخوت لا يجيش نهار تبدأ العيالات حتى هما يطلبوا بتعدد يعني تجوجوا كتر من رجل واحد في نفس الان ربما ما اثنى وثلاثة وحتى ربعها حسب ما استطعنا اليه سبيلا وسمحوا لي انا هنا ما كانش ككش في الدم أو كانقول شي حاجة خارقة هاد شي قدري يوقع حيث هاد شي هو اللي واقع في هاد الزمان دابا وكيبشر بشي ووقت يجي وتبقى فيه العيالات طالب التعدد وتزوجه كتر من رجل واحد في نفس الوقت وكلامي هاد كان بنيه على تشجيل بزاف ديال الحالات ديال العيالات جمعوا بين اكتر من رجل واحد في نفس الوقت ما كانت تكلمش من الفارغ فمن خلال الخدمة ديالي وقفت على اكتر من عشر حالات ديال العيالات مغربيات تزوجوا بجوز رجال في الوقت نفسه وهذه حقيقة ماشي خيال وخا تتعدد الاسباب ويقدر يكون سبب ديالها الجهل بالقانون او ربما اسباب واحد اخرى جماعية وغيرها شخصيا تبعت ربعات الملفات ديال العيالات جمعوا بين جوج الرجال في نفس الوقت هادو تفرشوا وتحكموا خاصة في مدينة فاس وفي مدينة مكناس هادو ماشي اميات او ناقصات علمين بالقانون والشرع اللي كيجرم زواج المرأة من جوج الرجال عكس الرجل اللي يقدر يتزوج ربعه حسب ما استطاع اليه فيهم جوج مهاجرات مغربيات واحدة باسبانيا والتانية بالمانيا وفيهم استادة وزيد عليهم شي مرأة مدينة ممكنها تزوجات الرجل الثاني في فاس بلا ما تطلق وتحكمات بعامين من طرف غرفة الجينياز ديال فاس من اللي تشدات وزورات الوثائق باش تدير عقد النكاح ماشي غير هادو بوحدها اللي زورات بتتزوج الرجل الثاني بلا ما تطلق من الول كينا ديك المهاجرة بألمانيا اللي بلا ما تطلق من رجلها المغربي تزوجات كاوري وتشدات والتابعات بتهمة الخيانة الزوجية والمحكمة الابتدائية ديال فاس حكمت عليها بشهرين ديال الحبس نافدة دوجتها وخرجت هذه أقل عقوبات حكمت بها شي وحدة جمعات بين جوج الرجال عكس ديك المعلمة ديال مكناس اللي تقبطات في الرباط وتحكمات ابتدائيا في مدينة فاس عفوا في مدينة مكناس من طرف المحكمة الابتدائية بعامين للحبس وطيحات المحكمة للسينة في العقوبة ديالها العام واحد سلاته دبرها حرة هات سيدات زوجات بأسكاري بلا ما تطلق من رجلها اللول رجلها اللول قيادي في واحد الحزب كان مسدود ومحكوم بتهمة التجار في المخطيرات عكس المرأة الخرنية اللي غاد نخصوا له هاد الفيديو وهي ديك العاملة المهاجرة في إسبانيا اللي يالله هتحكمات نهر الخميس ثلاثينين ناين 2020 ومن طرف المحكمة البتدائية في فاس السيدة اللي دبارها معتقلة في سيجن بوركايز زوجة ثلاثة الول وهو أب ابنتها الصغيرة تضح أنها تلقت من النوع قبل ما تعقد على الرجل الثاني واحتى هو عامل مهاجر مقيم بالخارج إجراءات الزواج الثاني كانت عادية عكس الزواج دياله الثالث اللي درته بلا ما تطلق السيدة استخرجت واحد شهادة إدارية بس عقد على الرجل الثالث وهذا الشي اللي وقع الزوجات به وهي ما زال على ديمة الرجل الثاني وكلهم ديزي ميغري والأبشع أنها حاملة دابا وشكون غادي يكون بين الولد أو البنت اللي يفكر شها الله أعلم الرجل قد تمشي كايات الزوجة والآن منعتقلها من رجعت للبلاد من إسبانيا في الولد ديالشهر إيناير ودابا نهار الخميس حكموا عليها بست شهور ديال الحبس والغرمة بعدما تبعتها المحكامة بالنصب والاحتيال وصنع الشهادة بالإدلاء بمعطيات غير صحيحة الرجال بجوجة تنازلوا لهذه السيدة على الشيكاية دياله ومراعة الحمل دياله والواقعها والواحد فيهم شهد فيها قلت شهد فيها باللي شدت 8 مليون محسي اللي وعداته بس هجروا للخارج والمحكامة كانت رحيمة بها كواحدة مزاف ديالعيالة تزوجه جوج ديالرجال في دفع واحدة ونخاف أن يصبح الأمر عادة ومطلبا في لاحق الأيام والشهور والسنين والله يهدي مخلق وإلى فيديو آخر دمتم أفيا للقناة ولا تنسوا الاشتراك والتفاعل مع من ننشر ونحاول أن يكون دوما في مستوى تطلعاتكم عفوا وثيقتكم ولي في الأخير رجاء منكم ومن كل من يتفاعل مع فيديوهات القناة رجاء عدم التعليق بكلمة نابية أو المس بحرة وكرمة وشرف الأشخاص بغينا نرقاوا بالسلوك ديالنا من خلال الفيديوهات والتفاعل معها نرقاوا بعيدا عن كل ما من شأنه أن يحط من سمعة القناة عندكم وعند كل متتبعين ديالها لنرد الإصارة بقدر ما نطمح أن فيه بكل ما تطلبونه بعيدا عن كل ما يخدش الحياة العام والواجب من احترام للناس والحريات ومرة أخرى دمتم أوفية لقناة ماروكون كريم تيفي الجريمة المغربية وإلى فرصة قادمة وشكرا